لننقل لكم احتفال وزارة الاوقاف بذكرى غزوة بدر التي نصر الله تبارك فيها وتعالى المسلمين واعز الاسلام واذل الشرك والكفرة لان المسلمين يوسف صبري ابو طالب محافظ القاهرة نائبا عن السيد رئيس الجمهورية كما يتشرف بالتعطر بهذه الذكرى الكريمة الدكتور محمد الاحمد ابو النور وزير الاوقاف والدكتور محمد السعدي فرهود رئيس جامعة الازهر ووكلاء وزارة بسم الله الرحمن الرحيم وما جعله الله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم عزيز حكيم وما جعله الله عزيز حكيم ومن نصر إلا من عند الله ومن نصر إلا من عند الله ومن نعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به ويذهب عنكم الجزى الشيطان وليربط على قلوبكم ويلهب عنكم رجث الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضطربوا فوق الأعناق واضطربوا منهم كل مناهي واضطربوا فوق الأعناق واضطربوا منهم كل بنا من ذلك بأنهم شاق الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب صدق الله العظيم أيها الأخوة الأحباب لقد كانت غزوة بدر الكبرى يتلوها الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أعوذ بالله من الشيطان الغجيب بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء لصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم الفاتحة ورسول الأحباب نقلنا لكم شعائر الاحتفال بذكرى غزوة بدر الكبرى